تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حرص خلال جولته على التفنيد ما يتم تداوله مؤخرا بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاول الجديدة مؤكدا أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والأراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تحقيق التوادن بين تخفيف أثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس من خلال تحسين خواص الشوارع واستغلال كافة المسطحات المتاحة لذلك وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكباري دون إزالتها أو المساس بها وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي شملت تفقد أعمال تنفيذ محور رياس الرزق والذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حصب الله الكفراوي ومحور سميرة موسى مرورا بمنطقة حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد وصولا لطريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد بطول 9 كم و5 حارة مرورية لكل اتجاه كما قام رئيس السيسي بتفقد سير العمل في محور محمد عزة عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول 12 كم و5 حارات مرورية لكل اتجاه وتصل إلى ثمانية حارات مرورية لكل اتجاه في بعض المناطق وقد قام رئيس السيسي بالاطمئنان على العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لأرائهم